أطلقت مجموعة سند المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار مجموعة من البرامج والمبادرات لاستقطاب المواطنين للعمل والتدريب في قطاع الطيران لاسيما في صناعة محركات الطائرات وقال رئيس الموارد البشرية في سند أن خطة توطين وتطوير الكوادر الوطنية تأتي تماشيا مع مبادرات وأهداف شركة مبادلة لتمكين المواطنين ودعمهم حيث تم تسجيل نمو بـ 18% في معدل التوطين العام الماضي